السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أساكم الله بالخير والنور سرور أساكم الصحة والعافية اللهم أمين وياكم أخوكم سعيد جلفار الموضوع اليوم مثل ما يرونه السعادة للأسف كثير من الناس يعتقد أن الحزن والقهر والهم والإذلال والاكتئاب مكتوب عليه مدى الحياة وأنه لا يمكن أن يصل إلى السعادة أبداً وقد يصل البعض إلى الانتحار وسبة هذا الشي لأن للأسف مفهوم السعادة عند كثير من الناس غلط مفهوم السعادة الخاطئ غرس في البعض والبعض خذها مجرد تقليد بلا أي معرفة بمعنى السعادة الحقيقية يعتقدون أن المال والجاه والراتب الكبير والأبلاك والسيارات والبيوت والأخوت هي السعادة بينما في كثير من الأغنياء حوال العالم ينتحرون فالسؤال يقول لك إذا هم وهم يملكون الملايين الممليونة ينتحرون فبالتالي أكيد ليس المال والسعادة ثلاث أشياء ثلاث أثلاث إذا ملكتهم فأنت تأكد أن أنت تملك السعادة الحقيقية بشرح لك إياها محينة وبعدها أقول هل أنت سعيد وبعدها أقول هل تقدر تكون سعيد أو لا رقم واحد عندك القناعة لازم تقتنع بوضعك أي كان لازم تقتنع بأن أنت أفضل عن كثيرين غيرك لا شوف اللي فوقك لأنه ما في شخص ما في حد أفضل عنه وما في شخص ما في حد أسوأ عنه دائما أنظر للأسوأ عنك أقول الحمد لله من ي muốn اقتنع我覺得ك واحد يقول إن راتبي 10.000 لا يكفي شواء أريد أن راتب أ3000 وراتب ألف corresponding لا تمت المشكلة أريد أن أفضل سيمل مع جميع إيضIF أريد أن أفضلسل الوظيفي ونحصل الوظيفي tongue أن أحصل وظيفي ومديونубس يحصل وظيفي tongue وفوق هذا المسجون المنزل أنت افضل على الكثيرين غيرك لا تشوف اللي أفضل عنك ما راح تعيش بهالطريقة شوف اللي أقل عنك وقول اللهم ولك الحمد اقتنع باللي عندك هذا رقم واحد رقم اثنين البعد القناعة اي شوء الرضا انا مقتنع بان اللي عندي كافي لكن لازم اكون من داخلي راضي باللي الله كاتبنا لي الله سبحانه ادرى بان لو كان عندك درهم زيادة اكثر شو كان بيصير فيك او حتى اذا عندك درهم واحد اقل شو كان بيصير فيك فاختار لك القياس المناسب لحياتك لشخصيتك لنفسيتك اي ان كنت سواء ان كنت عايش براحة سواء ان كنت عايش في فقر سواء ان كنت عايش في امان سواء ان كنت عايش في حرب اي ان كان لازم ترضى باللي انت فيه ولكن تتوقع ان ارضى وخلاص لا بيينك ارغم ثلاثة لكن اهم شيء من داخلك ترضى باللي انت فيه بييني واحد بيقول لي والله ايدي انقطعت كيف تباني ارضى بيقول لك فيه شخص قطعوا يدينا الثنتين وقطعوا يدينا الثنتين وريولة ويبلك أقوب هذا بيبلك واحد مشلول واحد ما يتحرك في كتيرين أسوأ عنك ما في شخص بثل ما أقول لك ما في شخص ما في حد أسوأ عنه وما في شخص ما في حد أحسن عنه أنظر للأسوأ عنك قل الحمد لله رقم ثلاثة واللي هو بدون الأول والثاني ما يقدرون يكبر لك السعادة ألا وهو التفائل أنت حين اقتلعت باللي عندك ورضيت فيه اللهم لك الحمد خلك متفائل بأن الله كانتبند لك في الحياة هذه أفضل عن اللي وصلت له خلك متفائل أن أنت أي هدف حاب توصله ما توصله خلك متفائل أن حياتك هذه راح تتغير خلك متفائل أن الأفضل قاتل لا محالة خل عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى ومتفائل بأن الله كانتبند لك الخير وراح توصله وراح تحصله فإذا أنت عندك هالثلاث القناعة الرضا التفائل فأنت سعيد أنا آسف على الإطالة وعلى تكراك كلما سعيد فأدمن لكم السعادة جميعا وياكم أخوكم سعيد جلفار تحياتي لكم ومسي طيبة السلام عليكم